موسيقى هنتكلم دلوقتي في موضوع القدس مدينة عربية اسلامية في الفقرة بيقول لي ومن ذلك التاريخ أصبحت مدينة القدس اسلامية تابعة في إدارتها تبقى للتقسيم الإداري لجند فلسطين ووفدت القبائل العربية إلى الشام العربي ودخلت هذه القبائل في التكوين الاجتماعي للمدن بالميم للمدن القديمة مثل دمشق وحلب والقدس وأصبح العنصر العربي والإسلامي وبمرور الوقت العنصر الغالي في القدس بكل ما يحمله من المقاومات الحضارية والدينية في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها دع مرادف كلمة وفدت ومضاد الغالب هنا وفدت القبائل بمعنى جاءت ومضاد كده العنصر العربي الغالب يبقى بمعنى كده اللي هو المسيطر والكثير يبقى عكسها القليل وبعد كده في الموضوع بيقول لي لماذا تعد مدينة القدس العربية خالصة ما هو السبب أنه أول حاجة أنه الذي بناهم العرب الكنعانيون من ألاف السنين وتقدر ذلك بأربعة ألاف سنة عند بئر مياه عزبة وسميت هذه المدينة مدينة السلام لهي أور سالم خلاص وبعد كده توافد عليها بطون أخرى من الكنعانيين زي العمريون واليوبوسيون والأرميون والفينقيون إلى آخر فهي مدينة عربية خالصة وليس لليهود حق فيها ولكن هو اغتصاد سيزول حتما قريبا إن شاء الله بيقول لي بما يدلل الكاتب على تسامح لإسلام وعظمته واحترامه للديانات هنتكلم عن العهدة العمرية اللي عملها عمر بن الخطاب بعد فتح مدينة القدس وأنه الحكم الإسلامي الذي امتد قرون كثيرة لهذه المدينة لم تتوقف رحلات المسيحيين إلى الأراضي المقدسة طيب بيجي وقال لي لما اتجه صلاح الدين الأيوب صوب عكة أولا ولم يتجي إلى القدس ليستولي عليها بعد انتصاري في حطين فهنقول لقيقت خطوط الإمداد التي أتي من أوروبا إلى الصليبيين في الشام فقام بتحرير هذه المدن الساحلية من أيد الصليبيين من عكة حتى بيروت شمالا ودي عبقرية الحربية هنا دلوقتي بيبقى عندنا فيه الثالثا الأدب والبلاغة وبيجي لي فيه سؤال الأدب سؤالين سؤال في مدارس الشهر وسؤال في فنون النسر بيقول لي فيه سؤال المدارس بيقول لي وقم تلاميذي البرودي بين اتجاهين ماهما اللي هو الجمع بين التراث العربي القديم والاتصال بالثقافة الغربية وبيقول لي فيه نقطة تانية مطران خطوة انتقالية بين الكلاسيكية والرومانسية يعني هنلاقي كده ان مطران اصلا تأثر بالقديم ودعا الى التجديد تجيب لي مثال على التأثر بالقديم تقول لي زي وحدة الوزن والقافية والتأثر بالقدماء في بعض الألفاظ وبعض الصور وتقول لي انه هو فيه الجديد انه هو الوحدة العضوية ووضع عنوان للقصيدة والتجربة الذاتية والامتزاج بالطبيعة يعني دول كده أسئلة زي دي بتيجي اللي هو في مدارس الأي الشهر بيجي بقى السؤال في فنون الناس زي مثلا السؤال بيقول لي لماذا تعد القصة العربية أقرب الفنون الأدبية لروح العصر فهو يقول له لا انها بتعالج موقفا واحدا وشعورا واحدا بإقاع سريع والفرق بين القصة القصيرة والرواية ان القصة القصيرة تعالج موقف واحد وهنا دي تصنع حياة كاملة القصة القصيرة تتوغل في أعماق النفس ودي تتوغل في أعماق الزمن هنا قصة القصيرة التي تتعدد فيها الشخصيات ولكن في الرواية تتعدد الشخصيات ولكن دي يقول لي ما هو الشرط الواجب توفره إذا تعددت الشخصيات في القصة القصيرة فبقول له يبغي أن تكون الشخصيات من نسيج واحد عشان نسمح بالتعدد زي قصة نظرة فيها الشخصيتين ولو هو قال في القصة القصيرة الحوار هل هو ثانوي ولا أساسي فبقوله هو حوار ثانوي وشرط وجوده أن يكشف عن أبعاد الشخصية من الداخل ونتعرفين الحوار والشخصية والصراع في القصة القصيرة ده من تفاصيل الإيه الإنشاء اللي هي بتبنى على ثلاث أسلس مبدأ الوحدة ومبدأ التكسيف والتركيز وتفاصيل الإيه الإنشاء بعد كده في البلاغة بيجيب لي مجموعة من الأبيات ونصحتي لكم أن الأبيات أن أنت تقرأها كويس وبهدوء وتقرهالي لو سمحت ثلاث مرات قبل ما تبص في الأسئلة على أساس أول مشكلة بتقابلكوا في أبيات البلاغة أنه في بعض الكلمات الصعبة أنت ما بتعرفوش إيه معناها وأنا بقول لكم دلوقتي عرفوا معناها من خلال السياق وما عرفتش معناها من خلال السياق سبها هي مش هتأثر على الإجابة يعني أنا مش عايز أصلا معاني الكلمات تبقى بالنسبة لكم عقبة يعني مثلا يقول إلي يا أبو ماضي فقل الصاخطين على الليالي ومن سكنوا على يأس وناموا الرجل بيدعو إلى التفاؤل والأبيات أصلا معناها جميل عاستي أنه طلبت سنوية عامة معرفش الخوف أصلا عندكم في النهاردة كتير ليه طبعا أكيد عشان عندكم تحاد بكرة ولكن دايما طالما أنت خايف يبقى من حقك أن أنت تطمئن كل واحد خايف النهاردة يبقى سعيد جدا لأن أنت خايف ليه يبقى أنت كده على الطريق الصحيح طالما أنت خايف وما ما تبقاش إنت فقل الصاخطين على الليالي ومن سكنوا على يأس وناموا سينحسروا الضباب وعلى الروابي لحظوا إلي يا أبو ماضي صحيحوا بيستخدم مفردات الطبيعة بس كل كلمة لها دلال أنت عارفين هنا الاستعارة التصريحية فقل الصاخطين على الليالي الليالي دي كده طبعا تعتبر بالنسبة لي إيه مشبه به والمشبه محزوف اللي هو اللي أنها استعارة تصريحية ممكن الأزمات ممكن المشكلات ممكن العقبات أي حاجة كده شبهها بالإيه بالليالي سينحسروا الضباب وعلى الروابي برضو ده تعتبر بالنسبة لي كناية بيقولك أن المشاكل سوف تنتهي وأن الخوف إن شاء الله سوف ينتهي ويبدو الورد فيها الخزام ويصفو جونا بعد انكدار إن الطباق واضح يصفو وانكدار عكسها يصفو جونا بعد انكدار ويسقي أرضنا المطر ورهامه طيب أنت بقى ما تش عارف كلمة المطر ورهامه قلت لك خدها من خلال السياق يعني المطر الغزيري ما انتش عارف الروم يعني إيه إن هي الغزيري ما قدرتش تجيبها من السياق مش مشكلة يعني أنا مش عايز الناس أصلا تكالكي على الدنيا في الامتحان ونرجع وامة ترجى وتخشى وانكرها الزعانف الكلمة غلط الزعانف والطغامه برضو ما انتش عارف كلمة الزعانف والطغامه الزعانف اللي هي مكتوبة هنا غلط ما انتش عارفها طب تعمل ايه يعني خلاص وانكرها يا عمي قولها الناس دي أصلا محشة خلاص وانكرها الناس الوحشين وانكرها لإيه التافهين يعني ده معناها يعني بيقولي في الأبيات امتزج الفكر بالوجدان وانتو عارفيني ده سؤال أساسي لأن دول عنصرين من عناصر التجربة الشعرية انت تحدد لي العطفة وتجيب لي تأثيرها على الألفاظ والإيه والصور خلاص وبعدها تروح شريح للأبيات يبقى انت كده جوبت على الأفكار والإيه على فكر والعطف ويجي يقولي السؤال التاني بين مقاومات الموسيقى في الأبيات تقولي الموسيقى الزاهرة وتمثلة في الوزن والإيه والقفية وتجيب لي محسن موسيقي المحسن موسيقي ده قد يكون الجناس قد يكون حسن التقسيم قد يكون الايه التصريع وعلي كده الموسيقى الداخلية بتبقى تنبع من صدق العطفة وروعة التصوير والجرس الموسيقي الناتج من التناسق بين الألفاظ أرجو تبقى أنتو عارفين يعني ايه خطواتي الإجامة بتبحث انت تبقى داخل متبرمج لما يجيلي سؤال الموسيقى أنا هتصرف ازاي لما يجيلي سؤال الفكر والوجدان أنا هتصرف ازاي على أساس انت تحس بالأمن والأمان والهدوء الايه النفسي بيجي يقول لي هات صورة خيالية ومحسن بديعي مع بيان الايه الأسر طبعا كلكم أنا سامعكو طبعا تقولوا لي يا ده فيه كتير قوي في عندي الليالي استعارة تصرحية في عندي سنحسر الدواب وعلى الروابط تعتبر نسبالي ايه كناية وبرضو كده يسقي أرضنا المطر وتعتبر كناية عن كثرة الايه الخيرات ونرجع أمة ترجى وتخشى هذه استعارة مكنية جعل الأمة شبهها بايه بشخص له هيبة بين الايه بين الأمم على سبيل استعارة المكنية أما بالنسبة للمحسن البديعي فممكن تقول لي يصفو وانكدار يعتبر بالنسبة لطباق أو نرجع أمة ترجى وتخشى أو ده يعتبر بالنسبة لي حسن تقسيم ويؤثره اللي هو الجرس الموسيقي والطباق يبرز المعنى ويوضح طب السؤال الإبداعي لما يقول لي أيهما أدق ولماذا سينحسر الضبابه سينحسر الليل طبعا إحنا هنتفق مع بعض دولات اتفاق انتو هترعوه وهو إنه لما يجي لي ويقول لي أيهما أجمل مش لازم تختار لي اللي موجود في الأبيات خلاص وتيجي تقول لي لأنه أدق في المعنى وأوضح في التعبير دي طفولة كده بتاعت زمان سباك منها أنت على أي أساس بتختار بتقول لي يعني دي أفضل لأنها فيها وسائل بلاغية أكتر دي أفضل لأن فيها بتدل على معاني أكتر دي أفضل لأنها أنسب إلى السياق إيه أكتر طب هو دولات ييجي ويقول لي سينحسر الضبابه على الروابي ولا سينحسر الليله على الإيه على الروابي طبعا أيهما أشمل الليل ولا الضباب لاحظ أن الضباب من الممكن أن يكون ليلا ومن الممكن أن يكون نهارا يعني ممكن تبقى بالنهار أصلا فيه شبورة فيه ضباب وإحنا مش شايفين حاجة خلاص فمين الأعام الضباب ولا الليل في إنعدام الرؤية هيبقى الضباب لأن الضباب ممكن يكون مرتبط بالليل ومرتبط بالإيه بالنهار فإحنا حنختارها مش عشان هي اللي موجودة في النص ولكن لها تدل على العموم والشمول خلاص طيب عندي فيه البلاغة أيضا تعالوا نشوف كده نموذج لشاعر آخر بيقول بلادي وأنت منار الهدى وأرض البطولات والمعجزات طبعا لما أنا قرأت البيت الأولاني أنا سمعكوا وأنت منار الهدى يبقى شبه البلاد بالمنار وده تشبيه بليغ وبرضو سمعتكوا وأنتو بتقولولي بلادي يعني هو ده منادى وأدات الندائية محزوفة فهو شخص البلاد واجعلها إنسانا ينادى عليه كل الكلام ده أنا عارف أنه بيدور في ذهنك وأنتو عارفينه بنوكي على العهد عبر الزمان يصونون بنوكي اللي هو أبنائك يعني يصونون عهدك حتى الممات مواكبهم للعلى ماضيات وراياتهم للمنى خافقات طبعا أنتو أنا قرأت البيت ده وأنتو قلت على طول حسن تقسيم على العهد يا أرضنا الطاهرة على العهد للحزة الآخرة واضح أولي بيقولي ما أثر عطفة الشعر على الألفاظ والخيال كلكم طبعا هتقولوني عطفة الشعر هو الفخر والاعتزاز ببلاده وأثرها على الألفاظ والخيال يعني هتجيب لي الكلمات الدلة على هذه العطفة وتجيب لي الصور الخالية الدلة على العطفة فأي كلمة هتجيبها لي زي منار الهدى زي عندي مواكبهم للعلماضيات وراياتهم للمنى خافقات والخيال اللي هو يا بلادك استعارة مكنية والتجبيه أنت منار الهدى كل دوت دال على العطفة سأل كابتال ألفاظ والإيه والخيال وبيجي وقال لي إلى أي مدى تحققت العضوية في الأبيات أنا عايز إجابتك في الامتحان أشوف ثلاث حاجات لما تتكلم عن الوحدة العضوية هل يطرى الموضوع اللي موجود في الأبيات واحد هل العطفة يطرى اللي موجودة في الأبيات عطفة واحدة هل يطرى الأفكار جاءت متسلسلة مترابطة ولا لا تثبت لي الكلام ده زي ما احنا شايفين في الأبيات طبعا الموضوع ايه واحد والعطفة ايه واحدة والأفكار لها صفة الايه التسلسل إذن تتوافر في هذا النموذج الوحدة الايه العضوية أما بالنسبة للنصوص احنا كلنا عارفين أن النصوص بيجي ثلاث أسئلة السؤال الأولاني سؤال في الناثر بيبقى سؤال إجباري وبعد كده بيجيب لي سؤالين في الشعر باختار منهم واحد عندنا من قصة نظرة بيقول لي يوسف إدريس ولست أدري ما دار في رأسها فما كنت أرى لها رأسا وقد حجبه الحمل كل ما حدث أنها انتظرت قليلا لتتأكد من قبضتها ثم مضت وهي تغمغم بكلام كثير لم تلتقط أذني منه إلا كلمة ست بيقول لي اختر أدقي إجابة من بين الأقواس فيما يل معنى كلمة تغمغم هقول له أصلا تهمس بصوت غير واضح ماشي إذن هي بالعمل بالتبار طميان جامع كلمة الحمل إيه أحمال ومضاد كلمة حجبه بمعنى كشفه لأن حجب يعني غطى يبقى العكس كشفه طيب بيجي يقول لي كيف ارتبط عنوان قصة نظرة فيما انتهت إليه أحداثها هي أصلا كلمة نظرة كعنوان جات إيه اللي هي النظرة التي أطلقتها الطفلة عندما كانت تشاهد الأطفال الذين يلعبون الكرة وهذه النظرة هي نظرة التحصر على طفولتها الضائعة لأن هؤلاء الأطفال مثلها في مثل حجمها وأكبر منهم هم يلعبون فإذا لعب من مثل في حجمها ومن أكبر منها من باب أولى ولكنها حرمت نتيجة الظروف الاجتماعية الظالمة فده النظرة وهي نظرة التحصر وهي هذا الشعور هو الشعور المحوري من بداية القصة حتى نهايتها عشان كده ارتبط عنوان القصة بما انتهت إليه خلاص فهو العنوان يوحي بالتحصر وهي انتهت أيضا بنظرة الأطفال بنظرتها إلى الأطفال وهي نظرة التحصر فده إجابتنا للسؤال بيجي يقول لي اتسمت هذه القصة القصيرة بعدة سمات تذكرها ايه السمات التي اتسمت بها طبعا هنت هتقول لي اتسمت بالوحدة والتكسيف والإيه والتركيز خلاص وبرضو فيها تفاصيل الإنشاء لأن فيها سراع وفيها تشويق وفيها شخصية والحوار يكشف عن أبعاد شخصية من الإيه من الداخل طب استخدم الكاتب ليه كلمة ستي لأنه لو كان استخدم البديل كلمة سيدتي كلمة سيدتي تديك إحاء بالوقار والاحترام ولكن هذه الكلمة بالعامية لأن احنا عارفين أن يوسف إدريس أنه كان بيستخدم العامية بطريقة فنية لأنه يعتبر أبرز كتاب القصة القصيرة فاستخدم ليه كلمة ستي تديك إحاء بالظلم الاجتماعي والقهر ماشي لأن يوسف إدريس زي ما قلنا أنه من سماته وارتبطت قصصه بواقع المجتمع المصري واستخدم اللهجة الفنية اللهجة العامية بطريقة فنية كمان أنه وعع الأساليب الفنية للكتاب العالميين فدول ثلاث أسباب تقولهم لي لو هو سألك لماذا استحق يوسف إدريس كاتب هذه القصة أن يكون أبرز يعني أشهر كتاب القصة القصيرة بيسألني في سؤال في غربة وحنين لشاعرنا العظيم أحمد شوقي وجاب لي آخر ثلاث أبيات من الخمساشر بيت المقررين اللي هو وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي وهفى بالفؤاد في سلسبيل زمأ لاستوادي من عين شمسي شهد الله لم يغب عن بفون شخصه ساعة ولم يخلو حستي بيقول لي هات مراد في كلمة الخلد فبقول لي الخلد أصب معنى الجنة ومضاد كلمة نازعتني هي نازعتني يبقى نهتني لأن نازعتني إليه في الخلد نفسي اللي هو اشتاقت إليه نفسي طب بيجي يقول لي كيف وظف الشعر الألفاظ في إظهار حب الشديد لوطني هذا السؤال يعني تجيب لي كده الكلمات اللي استخدمها أحمد شوقي اللي هي بتدل على تعلقه الشديد بوطنه فلما هو يقول كلمة وطني مضافة إلى ياء المتكلم توحي بالاعتزاز خلاص يبقى ده دل على العاطف ولما نفسه يحس فيها كده بالتنازع عندما يقارن مصر بالخلد بالجنة صحيحة دي هذه المقارنة التومي أحمد شوقي فيها بالمبالغة ولكن هو أراد منها أنه يبين اعتزازه الشديد لوطني ولما يشبه نهر النيل بأنه هو سلسبيل وسلسبيل عينهم في الجنة يبقى هذا الدليل أيضا على حبه الشديد لوطني ولما هو يزن إلى السواد وهي تورية وإن كانت عيبة عليه للغموض ورح جايب عين شمس على أساس دي رمز لمصر لأنها كانت مدينة فرعونية قديمة كتتخذ عاصمة لمصر فهو يقصد مصر كلها وليست منطقة عين شمس الموجودة الآن ولما يشهد الله سبحانه وتعالى على العطفة الموجودة في قلبه هذا دليل على صدق إجابتك رائعة زيك نشوف سؤال كمان استخرج من الأبيات صورة خيالية وابضح حسن مذكر أسرها في المعنى صورة خيالية أنت بقى عندك بقى أنا زعتني إليه في الخلد نفسي عتبقى قادي صورة أو أن أنت ممكن تقول لي في البيت الأخير شهد الله لم يغيب عن جفوني شخصه ساعة أنه وجه على مصر أصلا إيه شخصا يضعه صورة يعني لشخص يضعه أمام عينيه ويضعه في قلبه للدلال على أن مصر تملك عليه كيانها وكله في الداخل وفي الإيد وفي الخارج من نص تاني نص مدرسة ديوان الشعر وصورة الكمال لأستاذنا عبد الرحمن شكري يقول فصار يقف إثرها هائما والمهتدي بالوهم جمه الضلال وهم أن يمسكها جاهدا بين زراعيه بأيد عجال مازال يعد جهده نحوها حتى هوا من فوق تلك التلال فرحمة الله على شاعر مات قتيلا للأماني الطوال في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها أجب عما يلي بيقول لي مرادف كلمة هم أن يمسكها هم يعني بدأ أو استعد أو تهيأ مضاد كلمة هوا من فوق تلك التلال اللي هي أصلا سقط وجاب لي انتفع وامتقع وارتفع هستختار له كلمة ارتفع بيقول لي هنا برضو في سؤال بي يرى الشعر أن الوصول إلى أماني بعيد المنال وتكتنفه الصعاب فكيف عبر عن ذلك ساعتك تروح شريح للأبيات وبعد كده بييجي يقول لي غلب الجانب الفكري في القصيدة انتو عارفين ان دي سيمة أصلا من سمات مدرسة الديوان نتيجة النزعة التأملية فالتأمل في الكون والحياة والقراءة في الفلسفة وفي العلم فأصبع عندهم الجانب الزهني واضح في القصيدة فانت حتستشهد زي مثلا استخدام الحكمة والمهتد بالوهم جمه جمه الضلال فدي أو حدها في الحسن حده الكمال أو يحسب النجمة قريب المنال كل دوت أصلا دلالة على الجانب الزهني في السؤال جيم بيقول لي مات قتيلة للأماني الطوال الصورة هنا دي صورة بيانية كاستعرأة مكنية فقد شبه الأمال بسلاح خلاص تبليه يدل عليها كده ان هو هذه الأماني قتلته على أساس يبين يعني حالة الحزن الشديد والفشل في تحقيق هذه الصورة بعدما كان عنده إصرار وتمسك بتحقيق الهدف طيب يجي بقى الفرع اللي بيجي في آخر الامتحان في آخر ورقة الامتحان كآخر سؤال اللي هو خامسا النحو ولكن زي ما قلنا احنا هنحل السؤال القبل الأخير وأنا اتفقت معاك وان السؤال الأخير خاص اللي هتحل هو سؤال التعبير تعالوا نشوف كده مع بعضنا قطعة النحو فيها بيقول لي إن تنمية الدخل القومي تعني دقة العمل أنا يهمني طبعا وانت بتقرأ القطعة يبقى في حوار بينك وبين نفسك كده لما تلاقي بدأ القطعة طبعا بإنة فيبقى تنمية اسم إنة وجملة تعني دقة العمل جملة في محال رفع خبر إن فالخبر هنا جملة فعلية وجودة الانتاج طبعا يرفت نظرك إن الانتاج مصدر لفعل رباعي طبعا جاي من أنت ينتجوا إنتاجا بحيث تزيد الفائدة لاحظت أن حيث زرف وتزيد الفائدة جملة في محل جار المضاف إليه ودايما الاسم الموصول التي لما يجي قبليه كلمة معرفة على طول إبقى نعت التي تعود من العمل برضو جملة تعود من العمل قبليها التي تبقى تعتبر بنسبالي جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ولو قال لي طلع جملة صلة الموصول مع بيان العائد دايما العائد هو الضمير ولو قال لك طلع جملة نعت أو جملة حال مع بيان الرابط برضو الرابط هو الضمير بس مع النعت والحال بيقول الضمير هو الرابط ومع جملة الصلة بيقول العائد التي تعود من العمل فموظف الحكومة موظف يعتبر بنسبالي مبتدأ يستطيع أن يؤدي عملا أحسن أحسن هنا صفة لعمل ولحظوا أن أن يؤدي تعتبر بنسبالي مصدر مؤول في تلك الساعات طبعا كلكم واضح أن الكلمة تلك اللي هي زي كلمة تلكم اللي هي تلكمه اللي جات في امتحان سنة تاني سنة لفات ومناز ألتها غلط ومناز ألتها تلكم ومناز ألتها تلكم وكان أصلا حاجات كده تدحك ولكن ده اسم إشارة بعده بيجي بدل اللي هو كلمة الساعات وانتو عارفين أن البدل أصلا هو أحد أنواع التوابة الأربع النعت والبدل والتوكيد والعطف التي يقضيها كل يوم لو سألني فيه إعراب كلمة كل هقوله نائب عن الظرف دايما أعرف كلمة كل نائب عن الظرف إمتى لما ييجي بعدها كلمة دالة على الزمن زي كل يوم كل شهر كل سنة في مكتبه والعامل في المصنع يزيد وانتاجه لحظة العامل مبتدأ وجملة يزيد انتاجه وجملة خبر دون أن يعمل برضو مصدر مؤول ساعات إضافية لو حطيني خط تحت كلمة ساعات إيه هتقولي مفعول به لأن العمل مش بيقع على الساعات لا دا العمل في الساعات هي بمعنى فيه ودايما بتيجي بمعنى فيه كلمة دالة على الزمن بمعنى فيه على طول تبقى زرف زمان يبقى ساعات هنا زرف إيه زمان منصوب بالكسرة طبعا وهي علامة فرعية لأن دا جمع مؤنس إيه سال ساعات إضافية فعلى العاملين العاملين دي كده هي مش مكتوبة مصبوطة فعلى العاملين تبقى تعتبر خبر مقدم وجميعهم توكيد معنوي طبعا العمل هو حطط لي خط تحت العمل عشان كده عربتلك أنا فعلى العاملين العمل يبقى العمل تعتبر بالنسبة لي مبتدأ مؤخر بدقة وإتقان وتوفير كل ما يمكن توفيره من النفقات الاستهلاكية طبعا الاستهلاكية كلمة معرفة قبلها كلمة النفقات وهي كلمة معرفة يبقى تعتبر بالنسبة لي نعة مجرور وزيادة الانتاج وجوداته لتنمية الدخل القومي وده أول سؤال في أعرف ما تحتاجه خط قد يكون أنا عملت بيني وبين القطعة حوار وفه على أساس انت القطعة تفهمها عشان كده بعد كده لما تتسئل عليها حتلاقي انت الأسئلة انت عارفها زي يقول استخرج من الفقرة اللي احنا شرحناها معاكو دلوقتي مصدرا مؤولا فانت حتقول لي المصدر المقاول احنا شفناه جي مرتين جي كلمة أن يؤدي وجي كلمة إيه أن يعمل طيب المصدر المقاول لو قال لي حوله إلى صريح أروح شايله وحط مكانه المصدر الصريح بتاع الفعل يعني يستطيع أن يؤدي أقوله يستطيع تأدية عملا أحسن طب دون أن يعمل ساعات إضافية أقوله دون العمل ساعات إضافية طب إعراب المصدر المقاول ايه بيعرب حسب الموقع في الجملة يستطيع تأدية يبقى تأدية هنا مفعول به يبقى برضو المصدر المقاول أن يؤدي مفعول به طب قال لي خبر لحرف ناسخ مع بيان نوعه وإعرابه لما بدأ الحرف الناسخ اللي هي إنه وأخوتها أولن فيه للجنس يبقى إنه تنمية اسم إنه وجملة تعني دقة العمل جملة في محل رفع خبر إنه ماشي طيب بيسألني كمان وبيقول لي استخرج من الفقرة ما يلي تابعا مع بيان نوعه وأنا لسه أقيل لكم دلوقتي وأكيد أنتم فاكرين إن التوابع أربع نعت وبدل وتوكيد وإيه وعطف اللي هو عندي هنا مثلا كلمة الساعات هقول له نوعه إنه هو إيه بدل أو عندي كلمة الاستهلاكية هقول له نعت مجرور وبردو ده تابع ولكن نصحتي ما تخليش أصلا إجابتين إجابة واحدة لسؤالين يعني إحنا عربنا من شوية كلمة الاستهلاكية نعت فالسؤال ده جالي في الإعراب فما يقول لي استخرج تابع بقدر الإمكان ابعد إن يكون فيه عندك تكون إيه إجابة واحدة لسؤالين لأن هي ربما لو طالت غلط تخسر إنت إيه سؤالين ولكن الساعات تعتبر بالنسبة لي بدل والاستهلاكية تعتبر بالنسبة لي نعت وزيادة الإنتاج يعتبر بالنسبة لي عطف وبردو ده من الإيه من التوابع وعندك كلمة جميعهم تعتبر بالنسبة لي التوكيد معنوي برضو ده من الإيه من التوابع عايز اسم مفعول طبعا من غير السلاسي يبقى لازم تدور كده بيعنيك على جميع الكلمات المبدوعة بميم بقى الميم دي تكون ميم مضمومة بس بشرط يكون ما قبل الآخر يكون مفتوح وده تقول لي يعتبر بالنسبة لي اسم مفعول فلو انت بسيط كده في آخر السطر التاني فموظف الحكومة موظف جاء من الفعل ووظفة يبقى مبدوعة بميم مضمومة هم موظف ووظف مفتوحة يبقى ده اسم مفعول من فعل غير سلاسي طيب بيسألني تاني في القطعة بيقول لي يا صاعدني العله لك من كل التقدير والتوخير يا صاعدني الجبل خلاص رفقا بنفسك بين نوع المنادة وإعرابه بصوا يا صاعدني هي جات عندكو هنا جات عندكو هنا مرتين يا صاعدني ده الألف وهنا ده الألف فانت على هذا الحال خلاص هتقول لي اللي اتنين شبيه بالمضاف بس هو كان قصده في الامتحان انه هو يا صاعد يا صاعدني العله من غير ألف لو شلنا الألف هتبقى يا صاعدني العله دي هنشيري الألف اللي بعد الدال على طول يبقى مضاف وهي أصل السؤال كده ولكن الخطأ الموجود ده هنتداركه يا صاعدة العله يبقى ده إيه لو شلنا الألف يبقى منادة مضاف إنما يا صاعدة للجبل يبقى ده منادة شبيه بالمضاف والاتنين بيكونوا إيه منصوبين بسؤال كاشف في المعجم سؤال دوري خلاص فلازم بييجي وعشان أنت هي الفكرة كلها لو في حرف ما حسوف رجعه لو في عندك حرف إلا ألف أو وإيه دور على إيه على أصله يعني دول كده أساسين من الأساسيات المهمة في التعامل مع الكاشف عندك كلمة تنمية جاي من الفعل نما خلاص ينمي تنمية فهي جاي من الزيادة والزيادة بمعنى نما ينمو يبقى نون ميم واو خلاص ده يعتبر بالنسبة لي ليه الكاشف في المعجم وأنا عارف كده إن أنا طفت أنا وإنتم في بستان لامتحان وجمعنا مجموعة من الورود والزهور اللي راحتها جميلة قوي قوي واللي هي هتسعدكم كتير إن شاء الله يوم السبت غدا بإذن الله طبعا عشان أنا بحبكو فمش هسبكو هتقابل معاكو بعد شوية وهاخد فاصل قصير وبعد كده نتقابل في موضوعات أخرى شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة